السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم الحلقة الأولى من مسلسل لحم غزال بدأت الحلقة من داخل السوق وبنتين زهروا بيدوروا على مكان عشان يفرشوا فيه ويبيعوا ولكن مصورة الغزار ما عجبهوش لهم يفرشوا هنا وراح ضربهم وقرشهم في الوقت ده غادة عبد الرازق تدعت تجري على مكتب موجود جوا السوق ولقيت واحد شكله مسؤول عن السوق فقالت له هي دي الرجولة تعملوا فينا كده واول ما شافها المعلم دخل عليه قال لمصورة ارمي الزبالة دول من هنا فمصورة ضرب صاحبتها بالألم فغزال جات تحوش عنها فمسك ايدها المعلم عليه بعد كده المعلم الكبير قاعد يسمع حكايتها وقالت له ان ابوها كانت شغال غزار ومات وما سب لهمش اي حاجة وما عندهمش محل تبيع فيه عشان كده جات تبيع في السوق فالمعلم عرض عليها ان هي تفوت عليهم كل يوم بالليل تسيق لهم المحل طبعا هي رفضت وقالت له لأ انا بشتغل شغلين سابويا وحابيها جوا السوق فابنه قال له بعد اذنك يا معلم نديهم المتر اللي قدام المحل يسترزقوا منه وفعلا قعدوا في مكان ومصورة جاب لهم بضاعة وقال لهم لما تبيعوها تدفعوا تمنع وتأسف لهم على اللي عملوا لكن غزار قالت لشوق القلم اللي خدتي ده حدهولو اتنين بعد كده المعلم قعد يقول لابنه هو انت شكلك معجب بيهم ولا ايه طبعا ابنه قال له لا وهي دي اشكال اعجب بيها قال له طب بطل عك بقى وانا عايز اشوف ولادك قبل ما موت وبعد كده المعلم قال له انا عايزك تروح لصبح القرن وقدرية وتاخد معاك 3 مليون وتقول لهم دي حلاوة اخو قدرية طبعا ابنه رفض الكلام ده فقال له لو انت مش هتروح انا هروح قال له لو رحت انت انا هتبحهولك في وسط السوق في الوقت ده كان صبح القرن بيلف في السوق وشاف البنتين دول فطبعا اعجب بيهم فسأل اللي معاه مين دول فرد عليه وقال له يظهر تلاجة الودع اللي بتنزل حلويات قال له حلويات الخفح سن يكونوا مرشدين طبع الاسم مشهد اللي بعد كده كان غزل وشوق قاعدين في السوق بيبيعوا واثنين ستات قاعدين معاهم في السوق بيبيعوا برضو وقال لهم احنا شفناك وانتوا جايين تسكنوا في البيت اللي احنا سكنين فيه فغزل قالت لهم انا سكن هناك لكن شوق بتروح اخر النهار لجوزها والستة سألتها مال انت فين جوزك قالت لها مات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة